أهلاً وسهلاً فيكم معانا في حلقة جديدة من حلقات بودكاست يومية خبير قهوة من منصة مابت فورورد كثير من الأسئلة الجيني حول القهوة المختصة تعريفها والمعايير المعتمدة لتحضيرها وتقديمها وفي تساؤلات واستفسارات مثلاً كيف ممكن واحد يعرف أنه كوب الكورتادو اللي قاعد يشربه هو الكورتادو اللي على أصوله إيش هي الوصفة المعتمدة للكابتشينو هل في مثلاً درجة تحميص أو أسلوب معين في التحميص معتمد للقهوة المختصة كلها وكثير من التساؤلات والانتقادات ونلاقي مثلاً يجو ناس يقولوا مثلاً ليش المقهى الفلاني قاعد يقدم الإسبرسو بهذه الطريقة وأنه هذه غلط وما هي قهوة مختصة وكثير كثير من المعلومات والانتقادات اللي موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي بس الشي اللي إحنا لازم نتنبهله أنه الناس اللي تتكلم كلها جاية من خلفيات متنوعة ومن خبرات ومستويات مختلفة فمو معنى أنه صح ولا غلط بس لما إحنا يكون عندنا هذا الكم الهائل من المعلومات وناس مختلفة وأشخاص كلهم آراءهم لها كل التقدير والإحترام بس إحنا من واجبنا كمستهلكين أو كعشاق للقهوة ومهتمين في هذا المجال أنه لما ناخذ المعلومة نتأكد من صحتها فأنا حابة بدل ما نسأل السؤال مين الصح ومين الغلط أن نفكر بالسؤال بصيغة أخرى ليش ما نقول هل هذه المعلومات والانتقادات مبنية على أسس ومعايير ثابتة الجميع لازم يتبعها أو أنها مجرد آراء وتجارب شخصية فعشان كده لازم أول شيء أو عشان نقدر نجاوب على هذا السؤال لازم أول شيء نفهم إيش تعريف القهوة المختصة فتقنياً القهوة المختصة هي القهوة التي تحصل على ثمانين نقطة أو أعلى كبن أخضر فأنا كمقيم قهوة أرابيكا لما تجينا العينات عندنا نموذج نتبعه وبناء على مواصفات معينة يتم تقييم القهوة تقييم حسي ونعطيها نقاط مجموع هذه النقاط يصنف القهوة هل هي قهوة مختصة أو غير ذلك طبعاً إذا تعرضت القهوة لأي مشكلة مثلاً آفات أمراض حشرات وهذا شيء طبيعي أكيد أثناء الزراعة أو كان في مشاكل في طرق المعالجة أو حصل أي خطأ أثناء التعبئة والشحن هذه كلها نقدر نلتقطها أثناء التقييم الحسي وإذا القهوة كان فيها العيوب بارزة بشكل واضح وأثرت على جودتها أكيد القهوة ستخسر نقاط وممكن تخرج من تصنيف القهوة المختصة هذه تعريف القهوة المختصة بكل بساطة أي شيء بعد هذه المرحلة هتلاقوا في توجهات مختلفة أساليب مختلفة مدارس مختلفة وآراء وتجارب شخصية كثير طبعاً في بحوث وفي دراسات أكيد لها وزنها وقيمتها بس لازم نعرف شيء أن القهوة عالم كبير وواسع ومتجدد فممكن تلاقوا اليوم دراسة تأكد أو ممكن تنفي معلومة أنتم كنتم متمسكين فيها وإحنا متمسكين فيها على مدى السنوات الأخيرة وحصل أن في البدايات لما بديت في عالم القهوة كان في بعض الأمور اللي تعلمناها هذه السنة قالوا لنا أنها هي غير دقيقة وهذا شيء جميل بالعكس أنه إحنا نطور في عالم القهوة ونفهمها أكثر ومو عيب أنه الواحد لما يكتشف أنه كان على خطأ أنه يعدل ويجرب وشوف إيش اللي يناسبه هذا بالنسبة للقهوة فشيء طبيعي أنه إحنا مثلا لما نروح نشرب كورتادو في أسبانيا هتكون تجربتنا مختلفة للكورتادو في خلينا نقول في الأردن أو في مصر أو حتى في السعودية وحتى في نفس البلد ممكن تروحوا من المقهى للمقهى وتلاقوا أنه الكورتادو مختلف لأنه وصفة البارستة مختلفة نوع البون مختلف نوع الحليب حتى ممكن يكون مختلف نسبة الحليب للقهوة تكون مختلفة فعشان كذا حتكون تجارب متنوعة هل هذا شيء إيجابي أو سلبي؟ أنتوا ممكن تقرروا لأنفسكم مو المهم إيش الصح والغلط المهم أنه كوب القهوة هذا يرضيني كوب قهوة متوازن طبعا في مناهج وفي دورات تدريبية بناء على معايير معينة وأسس واضحة مثلا كيف ممكن نحضر القهوة بالطريقة الأنسب أو الطريقة الأمثل كيف ممكن مثلا أن نقيم كوب قهوة كيف نتعرف على أنواع القهوة كلها موجودة أكيد بس حتى مثلا عندنا في منهج جمعية جمعية القهوة المختصة العالمية حتلاقوا أنه كثير من الأشياء مكتوبة كالتوصية من الجمعية فما هي قاعدة ثابتة وممكن تتغير والمناهج تتطور أول بأول لأن عالم القهوة عالم كبير متجدد الشيء ذاني اللي أبقى أتكلم فيه أن القهوة لها طابع حيوي ديناميكي ولها بعد ثقافي واجتماعي أتذكر مرة قرأت في أحد الكتب أن دور القهوة في المجتمع وما أتذكر اسم الكتاب بس ما أنسى المعلومة اللي قرأتها كان يتكلم كيف أن المقهى لما يكون في أي مكان يتطبع بالثقافة المحلية للبلد أو المدينة اللي موجود فيها وكمان هذا المقهى نفسه كيف يأثر على سلوكيات ونمط حياة الأشخاص اللي حوله فنبقى نفكر بهذا الموضوع بجدية أكثر فكروا مثلا أو تخيلوا معايا لو جيت أنا قلت لكم أنه مثلا درجة التحميص المعتمدة للقهوة العربية هي مثلا الدرجة الفاتحة أو مثلا قلت الغامقة أنا بهذه الطريقة استبعت كثير من الثقافات اللي ممكن تتمتع بالقهوة وهي غامقة ما هي فاتحة وحتى لما أقول فاتحة وغامقة أنا أش أقصد بفاتحة وغامقة ما عندنا معايير محددة لها فعشان كذا أبغاكم تتقبلوا ويكون عندكم مرونة أكثر وتستمتعوا بقهوتكم ويكون عندنا صدر رحب وتقبل أكثر للمعلومات اللي نسمعها نشوف إيش اللي يناسبنا عشان يكون عندنا مجتمع قهوة صحي وهذا الشيء إن شاء الله حنتكلم عنه في حلقتنا القادمة وفي نهاية حلقتنا لليوم أتمنى لكم يوم جميل سعيد وقهوة ممتع اشتركوا في القناة